لكن هل تسمح واشنطن بتدمير البنى التحتية في العراق؟ هل تسمح واشنطن بتدمير البنى التحتية في لبنان؟ الجواب أشك في ذلك ولذلك نيتنياهو يلعب بطريقة ماكرة أنه يختار الأهداف التي تصطدم مباشرة بمحور المقاومة ويتجنب اصطدام تعرض البنى التحتية هذا أولاً ثانياً الدور العراقي واشنطن لا زالت تعتبر العراق وسيط مهم جداً من النحية الدبلوماسية والسياسية وهي لا تريد أن تفقد الدور الحكومي العراقي وبالتالي في العراق هناك دورين هناك دور حكومي وهناك دور فصائل مقاومة في فصائل مقاومة أمريكا مع إسرائيل في التفاوضة الستراتيجية أمريكا مع الحكومة العراقية وتريد الحكومة العراقية أن تلعب هذا الدور لذلك أنا مبدئياً قلت هناك أدوار مزدوجة يجب أن نفصل بينها بهدوء يعني أمريكا لها دورين دور دائم لإسرائيل ودور الوسيطة الذي لا بديل عنه العراق دوره مزدوج مرة عدى فصائل مقاومة ومرة عدى حكومة مهيئة للتفاوض في لبنان الدور مزدوج حزب الله له جبهة وبقية الفصائل هناك أدوار مزدوجة دكتور وبالتالي العراق في مأمن برغبة واشنطن العراق في مأمن عفوا برغبة برغبة أميركي حتى الآن البنى التحتية العراقية في مأمن لأن السراع سيكون نوعي بين كيان الصياني والفصائل في هذه المرحلة لكن إذا تعرضت البنى التحتية الإسرائيلية إلى الضرر لا أحد يضمن بعد ذلك